ميني تعلاني انت قلت له ايه؟ انا مقولش كده خالص ايه دماغيتهم بيتعمل كده ليه؟ يا رباني هزاوي مش عزيبك هزاوي مش عزيبك هزاوي اقص بالله ما عزيبك هزاوي من ادعمه بالحكومة خلي اهدف بات اوه مش عزيبك هزاوي خالص ياولي خالص ياولي يا كفايا كده اوي احنا كنا فين ده كده وضا اوي عايزك تسمع المنطقة ان احنا جمدين اوي هاي مش عزيبك هزاوي مش عزيبك هزاوي خير يا باشا أول مرة أدخل على ساعاتك لتقولي بفكر في إيه ولا جاي إليه حسك في الدنيا يا باشا لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه خير يا باشا قاعد أولاً أحب أشترك بأن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفس بمنتهى السرعة رب أنا خليك لينا باشا ويخلينا بوبوس المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك يا طور بالنسبة لمثالة الجواز إحنا نرى أنها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي إحنا نرى مين إحنا نرى دول يا باشا الدولة أه الدولة هي اللي مش عايزة إنت عارف إن اللطفي ألماظ واحد من أكبر رجال الأعمال اللي موجودين في البلد الرجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره متأخر عنها أبداً هو حالياً مترشح لمنصب مهمة قوي في الحكومة والراجل جالي وشرح لي الموقف قال لي أنه كان عايز يتجوز مواجر نشار وأنه تقدم لها وكانت موافقة لغاية ما ظهرت أنت بقى أنت عارف إنه لو عندها مئة مليون جنيه ومع ذلك ماخدش أي أجراء قانوني ضدها إحنا درسنا الموقف كويس والعقل بيقول إن محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل وأنه لطفي ألماز لازم يتجوز الست اللي في حكم خطبته وأنه مهجا نشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليقي بيها وبإسمها وبصمعتها ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة لا هو رأي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف بص يا انزامبي أنا حتجاوز موجة غصبا عن عين أم الدولة أم Ay أحد محسن محسن اتأخرتك ده ليه؟ قال أنا عليك طول الليل مال وشك متغير كلمتك في التليفون ميت مرة ما ردتش علي ما تكلمني يا محسن فيه ايه؟ حصل حاجة؟ أيوة يا راجي أنا كنت واسخة أنك ملمتيش ألف مبروك يا أموها لطفي كمان ما كانش عارف ينام أبداً أصله لما عارف الحقيقة بقى اتصرف على طول هو اللي خلسك من راجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي أنت رايح فين؟ أنا ماشي مصايبني؟ أنا حسابي البالة كلها تقول له عشان أتجاوز زود في ألماز مش كده؟ بص يا موجة أنت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط قول لأنا كمان كل واحد روح لحال واحد حسبتها يا محسن بيه؟ أنا ما حسبتهاش على الشاني أنا حسبتها على الشانك أنت أنا جيت بوصلي كل حاجة أنا عامشي المركب لما تغرق كله بينط منها وإنت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حال يا موجة الدولة لسه نايمة مستحيتش خلينا أطلع منها على خير رجلي على رجلك أنا رايح لأندم حاجي معاك بس وأنا امراتك موسيقى أمراتك مواصل باين دوي؟ عالاتك محكمة حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن سبع سنوات مع الشغل وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن خمستاشر سنة مع الشغل والنفاذ رفعت الجلسة يا سيدي دا سيبي ليش منتجع سياحي دول طلب وموبايلات دخلنا لهم بلازمات لاب توب دا احنا اشتركنا لهم في النت لا 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 دا كتير كتير الصحافة طول علي ايه احتفل بعيد منها السجين واجيب دينا ترس وساعة الصغار يغلل البلح 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 نعم اقمر يا محسن ديه انا عامل اضراب وبابلة حضرتك رسمياً بكده اضراب ايوه مش معين انا اللي مش هعمل اضراب اي حد بيعمل اضراب بيبقاله طلبات ايه اللي نقصك يا سيدي الطلبات جاهزة دا قانون حق المسجون شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم لهم من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مرة كل خمسة واربعين يوم يعني تمام مرات في السنة انتو ليكم عندي عشد سنين سنة انا لايه تمانين مرة احنا نقسمة بقى بدلاً من ما يبقوا تمانين مرة على عشد سنين نضرابهم في شهر واحد ونخلص انا حوق في ايه المنع عندوكم انت بتقولي ايه؟ دا سجن محترم مش شقة مفروشة طيب انا بحملكم المسئولية كاملة انا هبلغ جميع جمعيات حقوق الانسان هبلغ جمعيات الدفاع عن سجنة عشد سجناء الرأي مين مين؟ سجنة عشد تأذر رأي هوصلها للامم المتحدة هبلغ اوباما شخصيا حرام حرام عليكم انا بعمل حاجات ما حملتهاش من ايام ما كنت في لئة دي ايه؟ اه حرام من ايام ما كنت في لئة دي معنا معنا مكنش معنا فهم هون كل يوم السمح بالفادي ايه فهم بسوحك تمام يا فندم الاستاذ عبد المنصف الاستاذ لاببيب المحامي بيستازنوا ساعدتك في الدخول يا فندم خليم يخشهم عمرك فندم وانت بتعمل ايه؟ اهو حجة في الشؤون القانونية انا ليه الحق اعمل اضراب ولا لأه اضراب ايه يا مصر مئة الف مبروك لجاني البنوك وافت على مشروع الجدوانة والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك وعادي قرار النيابة بالافراج وموجه خرجت بالسلافة النهاردة الصبح ورايحين دلوقت اجتماع عند نظام بي عبد الدايم اه عايز يوعد معاكم سكها لاضرابة باشا اه انظر انها تسوية عشان كان لازم الدولة تعمل كده كده الناس اعرف تشتغل زي ما قلت لحضراته كده ده مش مجرد تصالح ده عبور اقتصادي لان الاجتساسية بتأثر على اساس الصلاحية في السكاس مستكيتس اشتغل هو هنا اجتماع اللجنة؟ ايه هو هنا اجتماع اللجنة؟ لا اه هنا موقف احمد حلمي اه مفضل ام الموج حلم فيه؟ هو الان اش هايف محسن بيه ده مش نظام النظام اتغير نظام بيعبد الدايم خلاص مشي وإحنا جايبينكم النهاردة كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحلة الجديدة الدولة رأت أن سجن رجال الأعمال وغروبهم خارج البلد مش في مصلحة أي طرف من الأطراف عشان كده بعد التسوية والتصالح اكتملت أضلع المثلث الحكومة رجال الأعمال الشعب عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان وإحنا نرى الله إحنا نرى برضو إحنا ما تعرفناش بسياتك فكري فكري جديد الأمور ده 第二 FUBSورة وأيوان باسم ابني باسم باسم هههههههه هههههههه files